بصراحة مشاعر مش لطيفة أنك تعتقد في فترة من عمرك أنك تدافع عن معسكر الحق ثم تكتشف بالأدلة الدامغة أنك في معسكر الأعداء حرفيا بس ده يعلمك درس في السياسة اللي ما تعلمتهش في قليلة الاقتصاد والعلوم السياسية وهو مدى الخداع والتمثيل وكيف يأتي الأعداء في صور مختلفة متنوعة وخطورة الدعاية السياسية اللي ممكن تقلب لك البطل خاين والخاين بطل في حال طبعا إحنا كلنا بنتابع طفان الأقصى ومتابعين الموقف الأمريكي والزخير الأمريكية والعدالة الأمريكية والحرية الأمريكية والقيم الأمريكية كلها ظهرت على حقيقتها الأمريكان اللي زي النهاردة من 80 سنة حققوا إنزال نورماندي على السحر الفرنسي لما قبلوا سعيد رمضان جزبينة مدارس الخط حسن البنة وكان نتيجة هذه المقابلة إنشاء التنظيم الدولي اللي بسببه مكملين والشعوب بتبس من بريطانيا واليوم تواجد كبير في أوروبا وأمريكا هل أنا في الحلقات السابقة كشفت كل أثار هذه المقابلة ولا لسه في سر أخير خطير في هذه المقابلة السر ده هتعرفون إن شاء الله يوم الجمعة الساعة 8 وحلقة جديدة من برنامج رؤية هتكشف لكم وجهة آخر من مؤامرة جماعة مدارس الخط حسن البنة انتظروني